موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم كلام رجال في هذه الحلقة رح نحكي عن مهارات التفاوت في العمل ورح نحكي عن الاستقامة مقابل الضرورة ورح نحكي عن التعامل مع أجيال مختلفة في بيئة العمل ومبسطين كمان يكونوا معنا فرقة وترسول أهلا وسهلا همام وماهر وباسم وجزيف خليكم معنا راجعين بعد الفاصل موسيقى 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 سيد سليم صوالحة أهلا وسهلا فيك بحلقتنا من برنامج كلام الرجال أهلا وسهلا فيك شكرا عودة أهلا فيك صراحة بدنا نحكي اليوم أكتر عن مهارات التفاوض كيف أنا نمي مهارات التفاوض عندي بس السؤال البخطر على بالي بالأول أنه هل فعليا إحنا كلنا منحتاج للتفاوض لكل عنا مهارات التفاوض ولا فئات معينة بوظيفة معينة ممكن يحتاج للتفاوض لا أنا برأيي أنه التفاوض مطلوب من الجميع سواء أنت عم تحكي مع ولادك في البيت على سبيل المثال عاد عم تفاوضهم ابنك بده ينام على ساعة تسعة أنت بدكي على ساعة ثمانية ونصف عم تستخدمه في البيت أو كمان في العمل إذا عاد عم تفاوض على سبيل المثال على راتب معين فالتفاوض مطلوب من الكل وهذه المهارات مستخدمة وبشكل يومي ولكن طبعا فيه يمكن طبيعة عمل معينة تحتاج إلى مهارات أعلى إذا بدك بالتفاوض أفكر صراحة بموضوع مهارات التفاوض وبيجي ببالي الناس اللي عنده خبرات يمكن لأنا من حاية الفئة اللي أقل من عشر سنوات في سوق العمل فيه توجه موجود غريب أحسه بين الشباب أنه أنا مش محتاج هالمهارات أنا بحكي اللي عندي في الأسلوب اللي بناسبني والطرف الآخر مطالب بأنه يسمعني بنفس الطريقة اللي بحكي فيها حتى لو ما كان فيها دبلوماسية فهل هو هذا توجه عالمي أنه فعليا هذا هو التوجه هلا الصحيح تجاه التفاوض ولا فعليا لازم يكون فيه هاي الدبلوماسية والتفاوض والنقاش وحسها مرات بحب أسميها هيك أنه اللي بتأخذ وقت أطول أصلا من الكلام المباشر يمكن هي بتأخذ وقت أطول ولكن بالنهاية المطالف أنت بدك يكون فيه نجاح في عملية التفاوض يعني أنت اليوم حابب أنك تنجح في شغلك فإشي طبيعي إذا بدك تنجح في شغلك لازم يكون فيه عندك مهارات تفاوض اليوم يمكن المدير على سبيل المثال ما بتأبل إذا كان عنده موظف معين عم بيحكي له والله أنا هذا اللي إيجاك فلا لازم يكون فيه مهارات للتفاوض وعشان يكون فيه نجاح للتفاوض فيه ثلاث أمور لازم تكون موجودة الواحد لازم يكون فيه اتفاق إذا بدك على المصالح المشتركة اثنين عملية التفاوض لازم تكون فيها كفاءة بمعنى أنه ما تأخذ جهد ووقت طويل والإشي الثالث لازم اللي هي المحافظة على العلاقة بين الطرفين فسؤالك أنه أنه هل التفاوض مهم ولا مش مهم طبعا لأنه بنهاية المطاف أنت كمان لازم يكون هناك حفاظ على العلاقة ما بين الطرفين في مرات في عنا معتقدات خاطئة لكلمة التفاوض أنه والله التفاوض لازم يكون على سبيل المثال معناته رأيي نسميه إحنا positional bargaining أنه هذا رأيي هو المهم فبتصفي win lose فبتصفي حدا من الأطراف أخذ اللي بده إياه والطراف الآخر لا خسر خسر فهذا مش إشي صاح ما لازم يكون positional bargaining أحب أعطيكم مثال عليها positional bargaining فيه اثنين قاعدين في مكتبة واحد عم بقول بدي الشباك مفتوح تاني بقول لأ بدي إياه مسكر عم بتهاوشوا بيناتهم إنه لأ الشباك مفتوح لأ الشباك مسكر دخلت أمينة المكتبة قالت له ليش أنت بدك إياه شباك مفتوح قال غرفة مضغوطة بدي هواء نقي طيب أنت ليش بدك إياه مسكر أنا بدي إياه مسكر عشان ما يصيرك فيه مجرى هواء أو الصوت فاجأت أمينة المكتبة قالت بسيطة بدلا ما نيجي نفتح ربع الشباك ولا نص الشباك إذا فتحت الربع ولا نص الشباك هذا طبعا مثال بسيط راح لا هذا يكون مبسوط ولا هذا يكون مبسوط فإذا سلوز لوز سيشواشن بينما الwin win يجأت أمينة المكتبة قالت أنا بفتح الشباك في الغرفة المقابلة بسير فيه مجرى هواء بس بنفس الوقت الصوت ولا بعيد يعني سيكون فيه هواء نقي ولكن ما فيه مجرى هواء إذا بدك أموز هذا مثال بسيط على win win situation لازم يكون سوريا بس لازم يكون الشخص في عنده creativity أو إبداع في هذا الموضوع الخيارات البديلة تخيل يعني بدي يكون نفاهم بدي يفهم الموقف مش يعني شو المطلب يعني مرات إحنا من نروح بمطالب معينة بس ما بنفهم الخلفية تبعت هذا المطلب فلازم أكون أنا فاهم الخلفية تبعت المطلب بس سؤال بخد لبالي إنه إذا أنا شخص حاسس حالي ما عم بقدر أخذ اللي بدي إياه يعني عادة كل مرة عم بروح بمرحلة التفاوض معينة بحس حالي إنه أنا الطرف اللي خسران يعني بروح بتوقعات معينة وما بحصل التوقعات اللي بدي إياها هلأ فيه احتمال إنه أنا عندي ضعف بهاي المهارات فشو المهارات اللي أنا لازم أشتغل عليها حتى أقدر أحصل الشي اللي أنا بديه حتى أقدر أفهم من الطرف الثاني وأوصل له وين وين يعني أنا ما بدي أخسره هو بس كمان أنا بدي أستفيد مية بالمية يمكن بدأ أرجع شوي أنت قلت أنه أروح بتوقعات معينة يمكن المشكلة قد تكون في المتوقعات أنت لازم يكون في تخطيط فإذا تسأني على المهارة المهارة اللازم تكون موجودة قبل بأي اجتماع أنا كنت في شركة على سبيل المثال كان فيها لفل معين من التفاوض كنا أنا ومديري قبل أن نروح على المجتمع نحكي بشو مخرجات التفاوض اللي إحنا لن نطلع فيها شو هي النقاط اللي بدأ أطلع فيها شو هي بسموها الباطوم لاين شو الحد الأدنى اللي أنا مستعد اللي أنا أرضى فيه فمهارات التخطيط مهمة جدا مهارات التواصل لأنه بنهاية المطاف نحكينا في ثلاث أمور عشان يكون هناك في تفاوض ناجح واحدة منهم والأخير اللي هي المحافظة على العلاقة شو أهميته إذا أنت بتتفاوض مع مرتك بتختلف على أنت بتتفاوض مع شخص ممكن أنا ما راح أرجع أشوفه أو ما بشي كتير بيهمني كعلاقة إذا أنا راح أتفاوض مع حدا بجهة العمل كمديري على سبيل المثال فمهمة أني أنا حافظ على العلاقة فلازم كون في عندك تخطيط لازم كون عارف أنا لازم كون في أسس معينة كمان شو يعني أسس معينة يعني على سبيل المثال أنت بتتفاوض بدأ أرجع للموضوع تفاوض على سعر بيت هو بده 150 ألف دينار أنت بدك 140 ألف دينار تفاوض على سبيل المثال بل أكي 145 ألف دينار بس مش هذا التفاوض الصحيح التفاوض الصحيح وين الأسس طب شو سعر المتر بهذا السوق على سبيل المثال على أي شيء بدنا نستند فيمكن التفاوض الناجح بحاجة إلى تخطيط وبحاجة أن نكون عارفين على إيش الأسس اللي إحنا بدنا نعتمد عم بيكون مبني على حجة يعني اللي هو ليش ليش أنا عم بطالب بجزئية معينة ويمكن هذا بخدني أكتر ببالي فيه أشخاص عندهم مهارات التفاوض عالية عالية جدا وبالتالي فيه أشخاص كثير بيتجنبوهم بالتفاوض لأنه عارفين بالنهاية أنهم رح يخسروا هذا النقاش فكيف ممكن يكون فيه ما بدي أحكي مهارات التفاوض أو التحضير قبل للأشخاص اللي عندهم مهارات بسيطة في التفاوض كيف ممكن أكتسب هالثقة غير التحضير يعني شو الأشياء لازم أكون عم بسويها حتى بذهابي للتفاوض مع شخص متمرس أكون قادر أتليست يعني أوصل للحد الأدنى من التوقعات بالجلسة إيش سأنا بشوفها زي أي شي تاني زي أي مهارة تانية بحاجة إلى ممارس بحاجة إلى تدريب ممكن زي ما حكيت إذا أنا عارف أن أنا رايح مع واحد متمرس شو الحد الأدنى اللي أنا رح أرضى فيه على أي أسس ومعايير أنا بدي أستند عليها شو اللي رح أرضى فيه بس بنهاية ما بيصير يكون التفاوض بعقلية أو بمفهوم إنه في واحد رح يربح وواحد رح يخسر هاي العقلية الخاطئة إذا بدك هي عبارة عن مصالح مشتركة كيف بقدر أنا أفوز أخذ اللي أنا بدي وهو اللي يأخذ اللي بدي أياه وهذا بتطلب أني أنا أعرف السبب الحقيقي ليه هذا عم بفاوضني أو ليه هو عم بتصرف أو ليه هو ماخد الموقف اللي هو ماخده فلازم يكون فيه فهم إذا بدك إلى موقف الآخر يمكن عشان هيك بنيحكي هذا تفاوض مش مناظرة يعني بالدبيت بالمناظرة أنا بدي شخصي يفوز حجته تكون أقوى من حج التاني لكن بالتفاوض أشوف كيف ممكن أجمع الطرفين مع بعض أنا حابب العلاقة وحابب أعمل مثلا بزنس ديل معك أو نعمل شغل مع بعض بس أنا حاسس أنه خلص ما في مجال للمفاوضة سؤال ممتاز دائماً وأبداً لازم بالتفاوض أعرف شو هو الخيار البديل يعني هو أفضل خيار بديل بمعنى أنت اليوم نفرض راحة عليك الطيارة قد بتشوف أنه هذا مأساة بس لما تيجي تفكر بالموضوع بسهولة بتدرك تأخذ إذا أنا خسرتها راح يتدمر كل البزنس أعطيك مثال واحد داخل اليوم على مقابلة تفاوضه يختلف تماماً عن واحد ونفرض أنه مش مبسوط بشغله وداخل على هاي المقابلة ما عندهش أي عرض عمل تفاوضه والقوة بالباور تعته تختلف تماماً عن واحد مبسوط بشغله وداخل عنده عرضين عمل فلازم يكون أنت عارف شو البديل أو يكون في عندك قوة بإشي تاني ببديل تاني اللي ما يضعفك أنت في التفاوض بتخيل فكرة البديل كتير قوية لأنه أنت بكون عندك قوة بالنغوشياشن وكمان يمكن أنه أنت عارف شو الحد الأدنى اللي بتقبل فيه يكون كمان مهم أنه أنا عارف تحت هيك أنا ما بستفيد بطلع خسران مثلاً أو بطلع ما بدي أحصل البدية فبرفض وقتها أني أعمل أوصل لنتيجة الربح ربح لأنه بنهاية أنا خسران سائح غني مع مصاري راح على بده يشتري من بائع فقير إذا بدك عند سكة الحديد ويطلع على القطار قد يكون فينا الظاهر أنه السائح الغني مع الباور صح هو المعر المصاري ولكن إذا بتطلع فيها الصح هو البائع الفقير هو المعر الباور لأنه هذه المنطقة فيها سواح إذا أنت ما رح تشتري مني بهذا السائر في غيرك رح يشتري فموضوع الباور مش متعلق بشو عندك نفوذ إذا كان في هناك دراسة صح للموضوع للبدائل لشو في عندك بدائل تاني وشو في عندك خيارات تانية إذا مخطط له صح فإنت اللي عندك الباور مش الشخص الآخر سيد سليم شكراً كتير لوجودك معنا مشاهدينا خليكم معنا نرجع بعد الفاصل أهلا وسهلا مهندس دانيال شرائحة معنا في حلقتنا اليوم من برنامجنا كلام رجال أهلاً صراحة إذا تتطلع هالأيام على الأشغال تلاقي مثلا ممكن يكون المدير العام عمره 35 سنة 36 سنة وبعدين تلاقي مثلا المدير المالي عمره 55 سنة وبعدين تتطلع على مدير التسويق والله عمره 24 أو 25 سنة فتلاقي كلهم على نفس مستوى الوظيفي لكن كل واحد من جيل مختلف فأدي في أول إشيء أهمية نفهم اختلاف الأجيال وتأثيره على عملنا اليوم أكثر من أي وقت مضى صار مهم جدا أنه نتفهم كيف تتعامل مع الأجيال المختلفة في مكان العمل الاقتصاد العالمي أدى وتباطئه أدى لناس كثير يظلوا في مكان العمل حتى لوصلوا لعمر متقدم حتى عمر التقاعد اختلف من سنة لسنة يزيد في معظم دول العالم يظلوا يزيد ويزيد ويزيد فاليوم ممكن يكون في واحد عمره 70 سنة في مكان العمل مع واحد عمره 21 سنة أو 20 سنة وهذا الحكي يدعو لتفهم أنه في فرق بين الأجيال في مكان العمل كيف أتعامل معه وضرورة فهم كل جيل إيش بيحب وإيش ما بيحب عشان تتعامل معهم فروقات مهندس نحكي بس عن فئة عمرية أو في فروقات بالتكوين بطريقة التفكير بالتصور هلا بدأ أحكي أنه في علامات سائدة في كل جيل من الأجيال ويصنفوا في أكثر من تصنيف لأجيال كيف بيبلش كيف بينتهي ومن أي عمر لأي عمر بس في فروقات حقيقية في فهم العمل وطبيعة العمل في فهم الاحترام وإظهار الاحترام طلع على الأجيال الأقدم الشوي اللي خلنا نحكي من موليد 1945 1945 فعضا بيفضلوا الألقاب بحبوا الألقاب وقارنها بشخص هل لم يخلص جامعة من موليد 1995 أو 1994 الألقاب لا تعني له الكثير الوظيفة تعني له أكثر من التايتل أو اللقب الوظيفي اللي موجود فيه يعني أنا بردو بشوف بردو مع عدم جواز التعميم أن الأجيال تتشكل بسبب الظروف السياسية والاقتصادية اللي مرر فيها يعني إذا كان في جيل ربيع في مرحلة المهنة بالمرحلة المهنية إذا كان فيه ظروف صعبة صار فيه كساد اقتصادي أو صار فيه حرب أو كذا المذلك خلاص بتتغير طريق تفكيرهم وتعاملهم وعلاقاتهم مع بعض البعض عن طريق العمل بالإضافة لذلك دكتور عصام اللي تطور التكنولوجيا اللي صار على مر لأجيال أثر كثير على مكان العمل يعني أنت عم تحكي عن الجيل القديم اللي كان يكتب مذكرة ورقة وقلم اليوم أغلب الجنريشن الجديد اللي موجود بمكان العمل بيعتمد على ويرلس بدون أسلاك بدون جهاز بين إيديه وبشتغل عليه وبفضل أن يكون هيك طبيعة العمل وحتى مرات برفض مهندس أنه يعني مع التقدم التكنولوجيا اللي عم بيصير ما بينفع نكون يعني نعتبرها إلى حد ما بيعتبروا هذا الجيل بيعتبر رجعي أنه تكون عم تستخدم الورق في اجتماعاتك أو في معاملاتك أنا بدي أضيف للي حكا الدكتور عصام على موضوع عدم التعميم يعني لكن مع تأكيد على فكرة أنه التعميم مش مقبول في مكان عمل لكن الأجيال إن ولدت قبل 1945 1945 1965 تختلف نظرتها بشكل عام عن الجيل إن ولد من 65 إلى 80 اللي يقال عنه تقريبا زيد أو نقص خمس سنين ومن 80 1980 إلى 95 أو 2000 هذا الجيل الألفية جنريشن واي يظهر على كل الأمور بنظرة مختلفة هذا الجيل الجديد الذي كان عام اليوم يسموه جنريشن ز الذي هو من 1995 وطالع نظرته لكل أشياء مختلفة الجنريشن الأقدم أو الجيل الأقدم يظهر على الاحترام والتقدير والهيكل التنظيمي والتسلسل الوظيفي بطريقة تحترم أكثر من الجيل الحالي وهو يعتمد على مقدار ما يمكن أن تؤثر عليه من معلومات وتطور عليه وهذا هو أهم إشي عنده فالتزمت ليس فقط بالوراق وإنك تكتب وإنك تبعث إيميل لكن أكثر من هذا أنه نظرتك للحياة والعمل اختلفت تماماً منظومة القيم اختلفت برضو يعني العمل يعني شيء مختلف للأجيال جزء للأجيال القديمة في بلادنا كانوا أهم شيء أنه تحتفظ بوظيفي ثابتة وتظلك فيها حتى نهاية عمرك هلأ إذا أنت بتتطور في وظيفتك بيحكي لك لا أنت تغير يعني تدور على عمل تاني بينما الجيل القديم بشهر هذا عدم انتماء بجوز من الموظفين الجدد أنه بضع له غيره وممكن كمان قدرتنا على التعامل مع التغييرات يعني الأجيال القديمة يمكن قدرتها على التعامل مع التغيير بتكون صعبة بس الجيل الجديد بتلاقي أنه بسرعة بتأقلم مع التغيير ومارات منحس الجيل اللي ممكن سميته زد أو الجيل الواي بتلاقيهم حتى هم أشطر بريادة الأعمال أنه يفتح الشغل الخاص ويشتغل حاله أو يشتغل كفريلانسر أو ك يعني بحسب البروجيكت مش أنه بده وظيفة الدوام تباحها من الساعة الفلانية للساعة الفلانية المشكلة أنه بفكر بطريقة ريادية في مكان عمل غير ريادي وهنا بصير فيه تصارع بين هاي الأجيال المختلفة ولازم صاحب العمل يكون مدرك تماما للأجيال المختلفة اللي عم بتكون موجودة حوله بتخيل لأنهم الجيل القديم والجيل الجديد هدولا يعني صار خلص بالضرورة هم موجودين في كل بيئات العمل يعني أنا بشتغل مع ناس هلأ أمارهم بالسبعين وبشتغل مع ناس ولدوا بالأربعة وتسعين وبالخمس وتسعين فبحث مرات التواصل مهندس يمكن هاي جزئية بس مهمة تكون هيك وستعطينا مجموعة من النصائح السريعة لكيف ممكن يصير التواصل بين هالفئات العمرية المختلفة أول شيء مهم جدا إدراك أنه في فرق بالعمر في فرق بنظرتك والقيم العمل وقيم الأخلاقية الموجودة وسرعة الوصول للمعلومة يعني أنت بتحكي عن الجيل الحالي الموليد خمس وتسعين وطالع أو حتى ألف وطالع طريقة وصوله الـ وصوله للمعلومة هي بثواني واللي بيشوفه على الإنترنت بيعتقد أنه هو صح بالمقارنة مع جيل هو حافظ المعلومة أو فهمها أو شايفها فخبرته اختبارية أو معرفته اختبارية والجيل الأجلد معرفته عشان هيك واحد من الأشياء المهمة من الجيل الجديد أنه يحاول يفهم أنه المعلومات مش فقط تأخذ بطريقة الإلكترونية أو من الإنترنت لكن تأخذ كمان من المعلومات الاختبارية أو الخبرة التي اكتسبها الأجهال الثانية وهذا مهم لكل الجيل موجود أن يتطلعوا عليه بالنقاش حتى طريقة التواصل تختلف يعني مثلا عندي زميل جديد وحطت له فويسميل فبحكي له أنا بسمعش كثير فويسميل تحكي مع وديل تكست يعني بجوز مسألة الوقت مهمة أكتر بالنسبة للجيل الجديد صح بينما الأجيال الأقدم بيشعرون أهمية التواصل الشخصي أنا أشوفك وجه لوجه أو أنا تسمع كلامك أو أسمع حكيك وأنا أكتر بجوز التواصل أكتر ديجيتل صراحة بس أنا أحس حتى المرونة عند الجيل الأجدد صراحة المرونة كتير أعلى من الجيل الأديم يعني إذا عندي اجتماع أو عندي طلب سريع بدي أطلبه من حدا من الجيل الجديد مهندس مختلف تماما عن لما أتعامل مع حدا من الجيل الأديم من الجيل الأديم بفضل أروح له على المكتب أسأله كيفك شو أخبارك كيف يومك وبعدين أبليش أحكي بالجيل الجديد أنه ممكن صباح الخير أعطيني كذا يعني بحس هالأشياء مرينة أكتر بالنسبة للجيل الجديد وهذا يعني أنا برأيي بحفز بيئة العمل أكتر تعرف في دراسة حلوة طلعت قريبا بتحكي كيف أنه النقاش الودي أو الاجتماعي قبل الاجتماعات بتعرف هي كيفك واشو أخبارك بتأثر إيجابي على الاجتماع نفسه بينما الأجيال الأجدد بينها خلاص ما محوقت بدأت تدخل في الموضوع بسرعة والدراسة بتحكي لك أنه بالعكس أنك تقضي كم دقيقة تتواصل مع الناس اللي حواليك وتعرف أخبارهم بساعدك تحقق نتيجة أفضل من الاجتماع العمل تبعك عشان هيك المطلوب من الأجيال الجديدة أنها تفكر وتكون عندها حب التعلم يعني تجرب أشياء جديدة فالطريقة اللي بتشوفها قدامك بغض النظر أي جيل حلو كل عندك مخ متفتح وأنك تحاول تفهم وتعرف هذا الشخص ليش يك بعمل وتحاول تفكر شو ممكن أستفيد من اللي عم بشوفه حتى لو كان مختلف عن جيلي وأصحابي اللي حولي بتخيل هذا اختلاف الأجيال لازم نطلع عليه يمكن احنا مرات نطلع عليه بنظرة سلبية بمفهوم إيجابي أنه هي وسيلة لإكتثري العمل يعني اللي بجيل زد بفكر بطريقة معينة الجيل القديم بفكر بطريقة معينة فأنا بأخذ كل هاي الأفكار مع بعض وبأستخدمها حتى أنجح العمل اللي أنا فيها وبئة العمل اللي أنا موجود فيها إحدى الدراسات اللي صارت قبل فترة بتحكي عن الفرصة الذهبية بسموها golden opportunity اليوم في العالم لأول مرة في العالم عشان معدل العمر عم بيزيد صحة الناس عم تتحسن بشكل عام لأول مرة في العالم عم بيكون في كل هاي الأجيار في مكان العمل وهذا إشي بثري هاي فرصة ذهبية لكل الناس نتعلم من بعض إذا قدرنا نعطي المجال ويقول عنا التواضع الكافي إنه نتعلم من الناس اللي حوالينا هاي فرصة ذهبية أنا مشجع الكل إنه يفكر دائما في مكان العمل ما يشوف الشخص قدامه إنه رجعي وما بعرف يستخدم الانترنت ولكن يعطي مجال إنه يتعلم إشي جديد من شخص اللي بدامه طبعا 100% أكيد شكرا كتير مهندس دانيال شرائحة مشاهدينا خليكم معنا نرجع بعد الفاصل إنسيس لوئي جوابري أهلا وسهلا فيك معنا في برنامج كلام الرجال أهلا وسهلا فيك صراحة إنسيس واحد من المواضيع المهمة هلأ عم بتكون هو في عالم اللي عم بنعيش في عالم مادي كتير من الأحيان بيكون في تناقضات بين الأخلاق أو بالتعاليم المسيحية بالمقابل بما الأشياء اللي عم بنشوفها بالعالم بحس واحدة من التحديات وكيف ممكن نخلق هالتوازن بين شخص مسيحي حقيقي يعيش الأخلاقيات والمعايير المسيحية بالمقابل في عالم في بعض الأحيان بحسوا بطالبنا إنه نكون يعني نمشي عكس ما بوصنا في الكتاب المقدس وبدون شك هذا واحد من التحديات الكبيرة في حياة المسيحي في هالأيام خصوصا إنه نشوف التوجه العام في العالم زي ما أنت حكيت عم بيكون كتير مادي محتاجين نفكر إحنا كمسيحيين إيش اللي بعلمني الكتاب المقدس من جهة من جهة الموضوع من جهة الأخلاق لأنه الأخلاق إذا بدنا نعرفها بجوز واحدة من الأشياء أو الاتجاهات في تعريفها هي موقف الإنسان من جهة الله من جهة الآخرين ومن جهة نفسه وهذا برجعنا لجذور كثير عميقة لأيام خلق آدم وحوّاء لأنه حتى هذا الموضوع موضوعنا كيف بفهم نفسي أو بفهم نفسي من جهة الله من جهة الآخرين ومن جهة نفسي بيرتبط في الله كيف خلق الإنسان على صورته كشباهه فالإنسان خلق في حاله هو قادر يكون في علاقة خاصة مع الله علاقة طبعا حب حميمة يبادلها ويبادلها بحرية فالإنسان لما خلق في البداية خلق في حرية نحو الله فكان في علاقة مع الله هلأ مثلا منشوف في الجنة بيقول سمعا صوت الله ماء الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب بريح النهار وهذا قد يكون مؤشر أنه كان في هذه العلاقة وفي هذه العلاقة كانوا حرين نحو الله وليسوا حرين من الله بالتالي كان هذا الأشي بينعكس علاقتهم مع بعض آدم وحواء فكانوا هم أحرار نحو بعض كان الإنسان حر نحو الآخر وليس حر بدون الآخر حر من أجل ذاته صراحة تعريف حلو هذا تفضل وفي المقابل كان الإنسان حر من العالم هو كان متسيد عليه لكن اللي صار أصلا بعد السقوط أنه الإنسان صارت الأرض تقاوم مجهودات الإنسان وأيضا كان الإنسان حر من نفسه بالتالي حر من رغبته في إشباع شهواته وإشباع الأشياء اللي بتخصه هو هلأ إذا كنا وعيين لهذا الشيء بالسقوط إن عكست الأمور نظر إحنا فقدنا هذه الحرية نحو الله اختبأوا من الله لاحظ الشيء الجميل في الجنة الله إجا وهذا المسميه التأنيس أو إعطاء صفات إنسانية لله إجا الله سمعه صوته ماشيا فكرة الماشي بعدين الله أدم أين أنت؟ وهذا فرجنا الله الذي يسعى لإرجاع العلاقة طبعا آدم وحواء لا سمعنا صوتك خايفين ليش شو عملت بعدين صار طبعا منشوف المشكلة صارت كمان انتقلت إن الحرية نحو الآخر صارت حرية من الآخر والإنسان يعيش صراع من وقت السقوط حتى اليوم هذا صراع أخلاقي صراع نفسي صراع روحي صراع فكري وزائد إنه بدل ما كنا إحنا أحرار من الأرض صرنا مرات كأنه الأرض تسود علينا بالضبط كوي ممكن على الأرض وعلى الإنسان وعلى الطبيعة وعلى جسدنا ففقدان هذه الحرية ستخيل خلى عنا هالتناقض ما بين ما يجب أن يعيشه المسيحي بمقابل ما يتطلب العالم أن نكون عم بنعيشه لكن هذا ما بلغي فكرة أنه من الضرورة نعيش باستقامة بحس دائما بخاف دائما من هذه الجملة لما أحكي فيها أو أن ندخل بهذا النقاش وكأنه عم بنحط ثقل على الناس وكأنه أنا شخص لا أخطئ فأنا أطالب الناس بأنهم يعيشوا باستقامة وبلا خطيئة كيف ممكن نخلق هالتوازن بين أنه أنا شخص بطبيعتي وليست حالتي بس بالطبيعة ممكن أن أكون عم بخطئ بالمقابل أنا عم بعيش ومطالب بأن أكون شبه صورة المسيح أكتر واحدة من الأشياء الكتاب المقدس الحقيقة فيه أشياء نسميها تناقضات ظاهرية في الكتاب المقدس واحدة منهم اللي بتفرج إنه لناس كلها بتخطأ الجميع أخطأوا وبالتالي ما فيش إنسان ما بيخطأ خلينا نحكي وكأنه فيه حتمية للخطيئة بنفس الوقت منشوف في جهة تانية إنه الكتاب المقدس كتير بيشدد على حرية الإنسان دور الإنسان أنت مسؤول عن خطأك أنت مسؤول عن كسرك قوانين الله لكن بحقيقة محتاجين نوجد هذا التوازن مشكلتنا مرات أنه مننسى أنه الرب يسوع المسيح لما جاء على الأرض واحدة من الأشياء جاء حتى يعالج هذه خلينا نحكي الانقسامات والانفصالات والتحول اللي صار نتيجة السقوط في العلاقة مع الله ونحو الآخر ونحو الطبيعة ونحو الإنسان نحو نفسه إجا حتى يصلح هذا الشيء وبنفس الوقت الرب يسوع المسيح علمنا كيف نعيش بس الرب يسوع المسيح لما علمنا كيف نعيش مش بس قلنا هذه القوانين دك تتبعها هذا كان أسلوب العهد القديم اللي أظهر الإنسان بمجهوداته أنه يفشل عن تطبيقه لكن الرب يسوع المسيح أعطانا القوة لنعيش فأعطانا الروح القدس وأعطانا هذه الحيال الجديدة الولادة الجديدة الإنسان عندما يقبل الخلاص هو يولد إنسان جديد هو ينال تبرير بيصير موقفه صحيح مع الله هو يتبنى في عائلة الله بيصير ابن لأله بعد مكان في هذا العزل عن الله وبتلاقي الإنسان اتصالح مع الله لكن نحن نعيش في هذا العالم في صراع الأشياء اللي بتضغطنا فكل عياتنا مضغوطين من جهة مثلا المجتمع وقيم المجتمع المجتمع شو بتضغطني شو بدياني أعمل التابهات اللي في المجتمع كيف ممكن تعمل معها استيس بصراحة بعتقد بحسب رأيي إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه أنا أكون صاحب لازم أكون صاحب مبدأ أنا أكون عارف أنا علاقتي وين وعلاقتي مع مين وبالتالي إذا أنا عرفت علاقتي مع الله شو صارت عرفت شو الإمكانيات اللي الله أتاحها إلي حتى أعيش أنا بقدر حقيقة أعيش محافظة على قيمي تماما قادر أعيشها بشكل قوي في هذا العالم مش عم بسمح زي ما بحكوا في المثل الضرورات تبيح المحضورات أنا ما بعيد ما بعود أخضع للضرورات بالعكس أنا بسير أتفرج على الأشياء اللي حولي بعرف إيش الضرورة اللي أنا بقدر أمشي فيها وإيش الضرورة اللي أنا لازم أرفضها هلأ مشكلة مشكلة السلوك في الضرورة اللي هي حتى بسموها مبدأ الضرورة أنا حتى بقول هي عقيدة الضرورة لأنها حيانا تصبح عقيدة عند الإنسان هلأ مشكلة الضرورة لما أنا بحكي أنا كنت مضطر أعمل هيك لو أنت كنت محلي كنت رح تعمل نفس الشيء أو زي ما حكيت الضرورات تبيح المحضورات إلى آخره مع الوقت أنا ممكن أعمل شيء وأقول أنا عملته عن الطرار وأرجع أقول يا رب سامحني أنا لازم أعملت هيك بس مع الوقت ممكن يصير الموضوع عادي أنا ماشي في الوضع أنا مضطر أنا مضطر أنا مضطر بعدين ببطل أبدا يعني ببطل أحس بأنه فيه إشي غلط في اللي أنا بعمله هلأ من ناحية الله مش إله عشان أرجع للجزء الأول اللي حكيته الله مش إله ماسك بس العصاي بديه يعاقب هذي مشكلة بتخوفنا عن الله بس الله مش هيك والإشيء اللي حكيته قبل شوية أنه الله إله يسعى لآدم وحواء يعني إجاء لآدم آدم أين أنت الله عارف وين آدم بس الله بديه يحكي مع آدم آدم أنا بدي أعك ترجع سعادتك باتجاهي سعادتك أنك تكون حر نحوي حتى تقدر تكون حر بشكل صحيح نحو الآخر حتى تكون عم تقدر تكون حر من نفسك وتكون حر بالطريقة لأنا بدي أعك تكون فيها حر عايش في فرح حقيقي أنا ما عم تكلم عن السعادة المؤقتة الآن في المقابل بدنا ننتبه من فكرة أنه ننزلق بالمقابل في فكرة أنه أنا أستبيح لنفسي الأشياء لأنه الكتاب واضح أنه هذا ما بزبط احنا من لما منرجع للكتاب المقدس منشوف مثلا في أبطال الإيمان في عبرانيين 11 منلاقي هذولناس مرات ما كانش عندهم خيار آخر لينقضوا حياتهم ففي عبرانيين 11 وآية 35 عم بيحكي عن أنه هم حتى ما قبلوش النجاة وكان السبب بحسب ما منشوف في كل الأصحاح أنه هم اتكالهم على الله إذا أنا بتكل على الله اللي بينصف في الأخير اللي حتى لو أنا استشهدت استشهدت قتلت زي ما صار معهم بالأخير الله هو الذي ينصفني في الأخير الحالة المؤقتة هاي ستنتهي إلى حالة أبدية أفضل بأعتقد بيبلش الفكر يتغير أهو وبيبطل غرقان في الضرورة لأنه مرات كتير حياتنا بصفي فيها حتى لغاية بجوز 95% أنا مسلمها لأله بس خمسة تاركها للضرورات للضغوطات للمجتمع للأشياء اللي حولي لكن في المقابل بصفي أنا قادر أسيطر حتى على الخمسة بالمية يقول لا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وبر المستقيمين ينجيهم بالضبط بالضبط بس كلمة أخيرة لما بحكي الكتاب المقدس بحكي عن الضرورة منشوف في بعض الآيات اللي بتتكلم عن الضرورة منشوف يسوع كانت الضرورة قدامه أنه ينبغي أن يسلم للموت ابن الإنسان منشوف بالنسبة لابولوس ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس منشوف بالنسبة لابولوس بحذر من بعض الضرورات اللي إحنا منحط سير عباء علينا حتى في عبادتنا لأله بيقول عطائكم ما يكون للضرورة لكن خلي عطائكم عطاء محبة فبالتالي عم بحذرنا من وبطرس مثلا في رسالته بحذر الشيوخ أو اللي بيخدموا الآخرين ما تخدموهم عن الطرار لكنتو عم تخدموا الله عم بتقدموا قلبكم عم بتكونوا أشخاص يسعوا للآخرين مثل ما الله يسعى للآخرين فمنشوف هذا التوجه في الكتاب المقدس إذا بدأنا نحط هذه الأشياء في راسنا بأعتقد كل توجهاتنا وكل أفكارنا تختلف آه يعني من الطبيعي كإنسان يكون في عندي أو من المتوقع أنه في بعض الأحيان أكون عم بخطئ لكن توبتي الحقيقية وعدم استخدام مبدأ الضرورة وتغيير المسميات هذا بعكس إيماني كشخص مسيحي حقيقي شكرا كتير أستيس لوجودك معنا مشاهدينا خليكم معنا مشاهدينا بنشجعكم اليوم على قراءة كتاب النعمة المستقبلية لجون بايبر ونشر مطبوعات إيغلز عودي شكرا عيسى بآخر الحلقة رح يكون معنا جين وسبيرو وجوزيف وماهر إذا كان عندكم سؤال أو استفسار أو تعليق تواصلوا معنا من خلال الإيميل أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أو على القناة الخاصة فينا على يوتيوب نشوفكم الحلقة الجاي وهذا كلام الرجال شكرا عيسى قد مات من أشلي واسفك أنتم الزكي في دنري خاطئ مثلي أحبني رابي نعم أحبني يا سوقات أحبني إذا مات عني يا سوقات أحبني 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 انا يا سوقات يا عاجبني مخلصي قد لاتني من أجلي وسفك دمى زكي لدي قد لم تأعثني أحبني يا أبي لم أحبني يا سوقات أحبني بدمتاني يا سوقات أحبني أحبني ربي يا سوقات ربي يا سوقات أحبني